موسيقى أونتوانات سايي نائب مدير عام صندوق النقد الدولي موجودة هنا في مصر للمشاركة في ندوة يعني تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد لتحت عنوان توقع غير المتوقع أو يعني الاستعداد لغير المتوقع خاصة فيما يتعلق بمخاطر أسياسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحقيقة أنها فرصة جيدة أن تكون هنا في مصر وبالتالي يعني حبينا أن نسألها عن توقعات الاقتصاد العالمي توقعات ما يحدث بالنسبة لإقتصاد منطقة الشرق الأوسط وطبعا سنسألها عن الاقتصاد المصري ومصر لديها مع الصندوق برنامج للإصلاح الاقتصادي سيدة سايي شكرا لوجودك معنا هنا في مصر وخليني أبدأ بسؤالك يعني أنت هنا للمشاركة في ندوة عنوانها توقع ما لا يمكن أن نتوقعه والاستعداد لمواجهة مخاطر السياسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصراحة إيه أسوأ ممكن أن نتوقعه في العالم وأنا هنا أتكلم على نبدأ بالاقتصاد العالمي ما هو الأسوأ الذي يمكن أن نتوقعه؟ أرقام صندوق النقد الدولي وتوقعاتكم التي أصدرتموها في إبريل الماضي تتحدث عن أقل معدل نمو عالمي من 30 سنة يعني هذا تراجع كبير فما هي الأسباب وماذا يمكن أن نتوقع فيما هو قادم؟ شكراً لكم جداً لأسؤالك كما قلت لك أنا هنا في المتحدث عن رسالة العملية في المنطقة هي أولاً أولاً لأيجيب أعجب أن أكون هنا وأن أرى لأيجيزة المملكة التي يوجد فيها من قبل أن تدخل الهدفة ونأشيقنا منها herون في العملية وبالآن استطاد لمساعدة طريقة أن دخلح في المنطقة لتأكيد لكن، بالأسأل لديك كل جديد المنطقة بسيطة غير المنطقة من أجلي مشاريع من المنطقة ولكن額 selling من المنطقة وأنهم جميع شخص سيئ غير المنطقة بالتجمول ции كما تدخل المنطقة many commodity exporters in the region exposure to state-owned enterprises and contingent liabilities that those enterprises give to governments another source of fiscal risk but also climatic events that can create droughts and then anticipated expenditures that are not having been planned and so multiple sources of fiscal risk we'll be discussing all of that amy ficou explains it eh but coming back to the region and to the world to the globe as a whole of course you're right that uh we are projecting uh ya know from from uh uh 3.4 percent growth in 2022 to come down now to only 2.8 percent and ultimately go back modestly next year at إلى بعض 3% ولكن هذا سيكون المدينة المدينة تقدمنا في الكثير من العام لذلك سيكون لديه مدينة للغاية العالم وهذا سيكون من المدينة 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 90% المدينة المدينة سيكون لديه مدينة وهذا يوجد من الضوء المدينة المدينة عميلاً من الفيديوية لتكلمون تدفق الإنفäng والاكتابة إلى المدينة في الأممم وهذا أجلالالтивل على المدينة المدينة كما تعلمون لأننا سيكون حراتي ولكن هذا سيكون ولكنه سيكون داخل مدينة يعني أطلقتم في صندوق النقد الدولي عن هذه المرحلة من الاقتصاد العالمي بأنه راكي ريكاوري أو التعافي المتأرجح متى يمكن أن يشهد الاقتصاد العالمي تعافي طبيعي؟ إمتى ممكن نشوف هذه المرحلة؟ وماذا يجب على الحكومات وأيضا البنوك المركزية أن تفعل للوصول لهذه المرحلة من التعافي؟ ha it's been rocky because of two factors the uncertainty that the global economy has seen and that uncertainty amplified recently by the turbulence we've seen in financial markets in light of the banking problems we saw first in the US so both that uncertainty and the possibility of more financial instability than previously anticipated but also because many economies are still adapting and adjusting to the impact of the war in UKRAINE and the impact that that has had on their economies in terms of elevated prices for food and fuel وكل ذلك فهل سمجزنا بعض محركة وكثيرا لأمر محركة عندما يكون المحركة والقلوبية عندما يتم تتعامل عندما يتبهب الهاتف وعندما يتبهب الهاتف ويجب أحب تحديث وكثير في مادنة حياتهم تتطور مجال رخول الطلاقة ويجب أن تظهر أجمع حيات الأفضل ويجب أن تدري إلى ذلك كل انتعال ويجب كثير الانتعال مريضة ويجب أن تحدث الأشياء حيث يكون هناك توقعات بوقت توقيت محدد للوصول لتعافي أفضل قليلاً؟ ك well as i said before , our projections for medium term are the worst we have seen in some times They can be improved by efforts put in place to do better on the structure prosperive on policies make sure that the private sector is responding more and that the global economy is also dealing with a fragmentation that has limited the potential تتحدثنا عن الإنفليشن أو عن التضخم فأرقامكم في صندوق النقد الدولي تتحدث عالميا عن تراجع التضخم وأرقامه من 8.7% في سنة 22 العام الماضي إلى 7% هذا العام 23 هل نصائحكم للبنوك المركزية في العالم أن تتجه لمزيد من التشديد في السياسة النقدية أم أننا ممكن نبدأ نشوف بعض التخفيف في السياسات النقدية بعد الخفض في الفوائد Well it's true that headline inflation has possibly reached an uptake and a high point in 2022 but core inflation this year so far still continues to be elevated and so our advice to central banks is to continue to be vigilant to make sure that they are prepared to respond to developments on data dependent responses to inflationary pressures and to address them including possible further increases in rates in light of that those data that will be coming to them لكن ذلك هذا تشدد ممكن يعمق من حالة الرقود التي نشعر بها بالفعل It depends on the package of policies I think that countries are putting in place Inflation is a big source of disincentives to investments we have to understand that as well So the basis for better medium term growth is to first restore macroeconomic stability and inflation has to be contained for growth to then be able to be robust and that's what countries are very much focused on the macroeconomic challenge before them in the short term to make sure that inflation is contained so that we do get the prospects of more robust growth going forward كيف يمكن للدول النامية لدول المنطقة أن تتعامل مع هذه المخاطر بسياسات مالية متوازنة إذا كانت بالفعل كثير من الدول مثقلة بديون نتيجة الازمات يعني تواليها الازمات الاقتصادية كيف يمكن أن نحدد ذلك كيف؟ Well as I said when we began the conversation of course in the MENA region in particular It is an opportune time to discuss fiscal risk because many of the countries in the region are exposed to vulnerabilities stemming in some cases from a over dependence on commodity exports من الوصول الثالحية من التقليلات المتحدة والستائم المتحدة في الأجلال، المتحدة لتعاملات الأجراء، تلك تهمية المتحدة تجربة البعض المتحدة في تحليل المنطقة والأن ما يصبح المتحدة عن كنفاجت المانتبادة حول الجميع اللقاء التي يؤمنة المنطقة تلك الموظفة الأشياء في مضمان وخطوة بشكل خاصة بشكل خاصة سيكون طريقة مختلفة إن كانت صعوات الأخوات التي تجعلها ما تنظر أنها تجعلها مردوحاً مردوحاً ما هي تجعلها ما هي المترجمات التي تجعلها على الدرس المناطق بحثم مردوحاً والمترجمات المناطقية من المنفق the need to be prepared for developments. If you know to what extent you're exposed, then you're better prepared to manage those. So that's the first piece that countries have to deal with, of course. And in a number of cases, countries can mitigate those risks by, in fact, in the case of, let's say, great exposure in the state-owned enterprise sector, تجربة تلك تقرير تحديث تقرير تحديث، تبعيش في بعض المستوى الأحيان لذلك تجربة تحديث تحديث لا تصبح لجميع الأشخاص الأقلاء. ومثلين بإمكان التحديث اوات مستخدمات الأحيان المستخدمة تحديث كثيراً على المستخدمات التي تجربة تحديث عن تحديث أو تحديث وأن تصدق بأن تصدق بها لكي تصدق بها تصدق بها تصدق بها وكي تصدق بها تصدق بها تصدق بها في شخص المنطقة الملاد الأسائيين فيه المفاقين للمساعدة الأساطية بعض البنائع من نظر إمكانهم بما يمكن أن تكون صائحة على تحقيقهم بأنها تنظر إليهم لأنهم فتحون الناس أنهم يتحدث على أنهم بالمعارض الأساطية يمكن أن ترضي مهمة بالمساعدة للبنائة First, as you said before, debt is a particularly challenging problem for many countries as well and there the fund has been working very closely with our member countries in the context of the financial and policy advice. The financial support, we provide them policy advice as well that contributes to macroeconomic stability. Macroeconomic stability then being the basis for growth and those are the bedrocks of التي يمكن تعملها بالفعل المستوى على أ تحديث أكبر والمقرابي سوى تحديث بشركة المقاربات المننوية السندوق أيضاً توقع في النظام وفي النظام الانفرقية أحدث الأرقام نعم، على المنة نظروا أن هناك تجري دونه هذا العام أيضا من 5.3% في عام 2022 إلى 3.2% في عام 2021. وعلى أيضا من الوقت العالمية ، هذا الوحيد من المتحدة من المتحدة من المنطقة والمواطنية والمواطنية والأثمان في البقاء في المستدرجات الشيخ 이� идет طوالام والأثمان في هذه المستدرجات المستدرجة بالفعل والاستدرجات المستدرجة في التطبيقات العملية والتصحيح الواقع في الواقع وقد ستتطوروا بالمحوال وستعدد في هذا الرياضاركم من الأشيار من قبل المن Pulse and of course, the reduction in oil production coming from the OPEC Plus Agreement to do so. So that's the source of the slowdown. And it will be, in that context, a less shiny year for Mehta as well. And different economies, of course, performing differently. but I think where we see a slowdown in the case of the GCC is the highest slowdown relative to last year coming from some 7.7% in 2022 to only 2.9% this year much of that reflecting a combination of the oil production reduction but also the impact of the global economy more generally in the case of Egypt also a slowdown there as well from first the robust rebound that we saw in Egypt last year of 6.7% to now I believe it's about 3.4 or so percent that we're projecting this year also being of course impacted by the elevated prices in the global economy that Egypt also is adapting to as well سأعود لمصر ونتحدث عن مصر بعد قليل ولكن لنتحدث الآن عن السودان أكبر أزمة موجودة في المنطقة تأثير كبير لهذه الحرب على الاقتصاد السوداني ولكن هناك تأثير أيضا على دول الجوار ومنها مصر التي تستقبل حوالي نصف الخارجين من السودان أو نصف اللاجئين من السودان في مصر بينما مصر بالفعل تعاني من ضغوط اقتصادية وأزمات اقتصادية كيف يمكن للصندوق أن يساعد مصر ويساعد دول الجوار في وضع الأزمة السودانية Well it is a truly tragic situation that we're seeing in Sudan and clearly the Sudanese economy is foundering from the conflict that has broken out and on the basis of not official data which we're not getting currently but it's clear that there's been a real breakdown in the economy and very elevated prices across food and fuel and transport as well and the more of course that this continues and Sudanese qualified Sudanese leave Sudan the more devastating the future prospects look for Sudan and there are indeed regional spillovers the first and foremost and most obvious of course being refugees that are sometimes going to countries that are already very fragile and dealing with food insecurities of their own and of course the addition of refugees to those countries can be extremely, extremely challenging so I think it is a very difficult time for the region and first and foremost of course efforts have to be around trying to make sure that this conflict comes to an end as soon as possible and others that are more mandated to work on that sort of peace building are trying to do that I believe but it is the first step and for countries like neighboring countries of course they also have challenges that they have to do to respond to these refugee flows we think in the case of Egypt of course in the context of the program that is being implemented and that we very much hope can get to a full steam implementation it will allow Egypt to be a better position than other countries obviously in the region to be able to welcome and support the influx of refugees more than other countries are able to and if we could talk about Spain and our regional international services then we would say yeah through all of our we have been talking about it and how we had talked about it and when we had talked about it at the beginning of the first step the first step to the international services or the international services between Egypt and the other countries I would imagine in the early months لكن تأخرت هذه المراجعة لماذا وما هي أسباب هذا التأخير وليس أن أعني كعбы على الجزء شرير في أجتب ورؤية چشة وأجتب لكcrosة والمكتابة للمشاهدين وهي أجتب من الموجودة للإجتبار والمبتوسعي لتعطيق التخزيين المواطنين لتحذير لإمكانك المددونных تحتموية ويسود نفشال حقيقي للع thank you to the authorities for the very warm welcome we've received on this trip and the very good discussions we've had very encouraging discussions we've had about the program and of course the efforts under way to take it forward and I think we're quite encouraged that over the في المتابعة المتابعة في المجتمع المتابعة المتابعة من الأشياء فإن تؤكد تجربة المتابعة للقاعدة وفتحينيًا أن نبدأ في المستقبل أن تكون مستقبلة المتابعة لن نترك على فضل بحث كذلك و نشاهد الكلمة المنظمة على مفوما التخصص الذي يتقالي بحث المنظمة للنخطوات عن إقصار المعارضة للجميع المعارضة للخطوات و المعارضة من التعبير و نكتب وفضل في الأبطان والإساكيات العامل is a level one. That's a very important aspect of the program as well. That requires also the sale. The program envisages as you know, the sale of a number of state assets as well. And making sure that the high demand on the economy and on the pressure on prices التي وصلت من التركزيزية الموادية من جددات تجريدات تقربية تجريده على المحاولة الموادية الموادية الموجودة وكثير لربما أكبر المناثر موضع للإسرائيز الموادية في الأغلبة في الإجابة في حالة أن تقوم بالتعامل والتعامل مع المواجهة التضخم مزيد من نشاط القطاع الخاص وبيع الأصول كيف تقيمون أداء الحكومة المصرية في التعامل مع هذه العناصر؟ لا، أعتقد أن على العمل من المواجهة بإمكاني المواجهة 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 في المواجهة المواجهة كانت مجموعة أولاً ويجب أن تتحرك إلى المواجهة 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 ويجب أن ننطلق المواجهة بالتعامل بالتعامل من الأول في هذه الح sortie في الألف دums من دوماية أن تفرح انثرو ما حاناً أن تفرح في ذلك إنه المواجهة بالتعامل تجازن حيث يطلب إفتاح كانت إفتاحين تفرح يمكنك بالتعامل تحقيقى حوالي في التعامل والتعامل ويجب أن نفرح مع المواجهة and efforts to deal with inflation, which is an aspect of the package as well. The central bank has indeed raised interest rates by 10 percentage points already. We very much expect that that effort to look to developments in inflation. نتكلم decided to open the recent uptake we've seen and to then remain steadfast in responding to developments in adjusting monetary policy depending on what is happening and to make sure that inflation is indeed brought down and contained in a sustained way فيما يتعلق بالتضخم وبالسياسة النقدية أرقام التضخم الأخيرة تحدثت عن ارتفاع 2% في معدلات التضخم فهل نصائحكم مازالت للبنك المركزي باستمرار التشجيد في سياسة النقدية استمرار رفع الفوائد هذا جزء جزء الثاني وماذا عن مرونة سعر الصرف أعتقد أن يجب التظهر في حق التدارpunkt جيدة للحديث لكي تظهر على رفع في طبع تقوى المتابق هذا الواضح الذي يشهره أليس وقد حسب عقد يمتلك ذلك قام بعملات التضخم الأنذي وتمتلك تقوير من موقف من المنزل وكما تصوير رفع الفيديو إذاً متى نتوقع موعد المراجعة الأولى للبرنامج التسهيل الممتد؟ متى نتوقع ومتى تكون الدفعة الثانية من القرد؟ نعتقد أنه يمكن أن نرى الواقع من هذه الأشياء التي قلت عنها قبل في سنوات المتحدة، وفي ذلك يجب أن نتوقع الواقع الأشياء الأشياء في هذه الأشياء، أعتقد أن هذه الأشياء تستخدمين ويجب أن نتوقع الواقع ويجب أن نتوقع الواقع هذا البرنامج المفروض أنه كان محفزاً لاستثمارات أخرى بقيمة 14 مليار دولار من استثمارات، من بيع أصول، كيف تقيمين التحرك في هذا الإطار؟ هل هناك بعض البطء في بيع الأصول؟ هل هناك بعض البطء في تدفق هذه الأموال وهذه الاستثمارات؟ أعتقد أنني أعتقد أنك قلت عبر 14 مليار دولار وأعتقد أن تلتلون في مكتنى من الأشياء، وإنما تلتلون في هذه الأشياء وأعتقد أن تلتلون في نحوان المتحدة، وقد أن تلتلون في حوال التوصول تلتلون في تلتعام الواقع وكما نتحدث قليلاً، هناك بعض الأشياء من ذلك التي يعملون في مدينة ويجب أن يجب أن يحاولون بطريقة جدًا بطريقة جدًا لتحضر أفضل 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 لذلك نحن في ذلك سيدة جورجيفة، مدير عام صندوق النقد الدولي كانت قد أشارت مؤخراً إلى الحاجة إلى إبطاء بعض المشروعات الكبرى في مصر وبالفعل، وزيرة التخطيط أعلنت عن إبطاء حوالي 20% أو تخفيض حوالي 20% من المشروعات خاصة ذات المكون الدولاري في العام المقبل هل هذا يكفي وكيف تقيمين ذلك؟ إنه مهم جدًا 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 لديك إبطاء حوالي 30% من المنزل هل تستطيع التحضير إلى إبطاء حوالي 20% من المنزل أو حوالي 20% من المنزل أن تكون بطبيب مستقبل and where we are contributing to the efforts that are needed. There's a very limited role that the budget by itself can play. So it is very important to make sure that the pace of implementation is indeed modulated. And we welcome, of course, the minister of plans' indication of the 20% slowdown and reduction و أتمنى أن هذا تقوم بعمل حقاً إذن في ظل هذه الشراكة مع الحكومة المصرية وأن البرنامج هو برنامج مصري وضع من الحكومة المصرية ما هي نصائحكم للحكومة المصرية؟ Well, you know, the fund is a long-standing partner of Egypt's and we came to an agreement with Egypt in the context of a program that was well thought through and sequenced to address the key constraints and challenges that Egypt now has and we very much know that if this program were to be fully implemented could indeed respond to the needs of the Egyptian people and help realize the potential that this country has can be the bedrock for doing so in any case. It's a four-year program so it can achieve a lot over four years not everything that is wanted but it can certainly put Egypt in a better place. So the full implementation of this program, it will be a challenge as it is in every country to address the different interests that are in Egypt and there will be some that are not eager to see certain reforms proceed and it will be the case that the government has to look more broadly than at the interest of the country as a whole and ascertain the best way forward to deal with those potential resistors of reform but it is important to get over that hump and to really take charge of the reform program and take it forward. سيدة ساييب أشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار وعلى وجودك معنا ودعيني أبدي إعجابي الشديد بما ترتدينه very authentic يعني يعني هو من غرب إفريقيا كما فهمت فأهلا بك في مصر Thank you Thank you